السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من عيد اكاديمي الواتساب من احد الوسائل اللي الناس بتستخدمها في التسويق الالكتروني او التسويق الرقمي من خلال ان هم يتواصلوا مع العملة او لو عندهم عروض او اخبار جديدة عن الشغل بتاعهم والبيزنس اللي هم شغالين فيه فبيستخدموا الواتساب تقوى وسيلة سهلة وسريعة ان هم يبعثوا رسائل بالعروض الترويجية بتاعتهم للعملة بتوحهم بس فيه مشكلة بتقابل بعض الناس ان هم بيبعاظين يبعثوا عدد كبير من الرسائل وفي بعض الاحيان بتكون الرسائل ديت لارقام مش متسجلة عندهم في الواتساب يعني احنا عارفين الواتساب لما جي نبعت بطريقة طبيعية خالص ان انا لازم بضيف رقم وبسجله مثلا بالاسم الفلاني على التليفون عندي عشان اقدر ان انا ابعت له رسائل بعد كده في بعض البرامج تبقى موجودة على الجوجل بلاي او على مش عارف الايفون فيه ولا مافيش بس في بعض البرامج بتنزل على التليفون بيتمكنك ان انت تخط الرقم وتضغط ارسال فيرسل بيحول على الواتساب ويخليك ترسل للرقم دوت من غير ما تسجله عندك على التليفون او الجوال بس دلوقتي هم نتكلم على حاجة تانية عن ناس اللي هي بتشتغل بترسل عدد كبير من الرسائل والاسهل لها انها تستخدم الكمبيوتر اسهل انها تستخدم التليفون طيب دلوقتي بقى هنقول ازاي ان احنا نبعت عدد كبير من الرسائل بطريقة مجانية ان انا عارف ان فيه برامج كتير مدفوعة وبفلوس وبتكلف مبلغ مش سهلة لا احنا دلوقتي هنستخدم اضافة على متصفح جوجل كوروم مجانية وسهلة جدا وامنة كمان لو اخدنا بالنا من بعض الشروط او التنبيهات او الاحتياطات اللي احنا هنطبقها اثناء ما احنا بنرسل وحبرها لكم دلوقتي تعالوا دلوقتي نروح على متصفح جوجل كوروم لما نروح على متصفح جوجل كوروم في حاجة لازم نروح عليها صفحة اسمها الويب ستور الخاص بجوجل اللي هو الاضافات اللي بتنزل على المتصفح عشان تضيف له خصائص جديدة في الاول كانوا بيحطوا كده رابط في الحتة دية نروح عليها على طول بسهولة انما دلوقتي مش عارف ليه خلوها صعبة شوية فاحنا بنضغط على القيمة اللي موجودة فوق عن نقط دية سواء المتصفح عندي بالعربي او بالانجليزي وبروح على مور تولز او ادوات اخرى وهنضغط هنا على كلمة اكستينشنز او الاضافات بعد ما نضغط عليها هنروح هنا على القيمة على الشمال او علمين حسب المتصفح اللغة بتاحته وهننزل تحت خالص وهنضغط على اوبين كوروم ويب ستور هيفتح للصفحة دية دي الصفحة بقى لتعتل الستور المتجر بتاعهم اللي فيه الاضافات اللي ممكن نضفها على متصفح جوجل كوروم هنيجي في السرش هنا او في البحث وهنكتب ويب سندر وهدغط انتر هنالقع نظهر لنا النتاج اللي انتو شايفينها ديت وهنا برضو بنبه على حاجة ان غالبا الاضافات اللي بتنزل هنا الخاصة بالاوتوميشن او الارسال الاوتوماتيكي على الواتساب غالبا بتتحذف فكل فترة ممكن تلاقي برامج جديدة موجودة بس انت غالبا لو ثبت الاضافة تمام مش هتتحذف عندك لكن لو جيت بحثت عنها مرة تانية ممكن تلاقيها مش موجودة احنا هنستخدم الاضافة اللي في الاول خالص ديت دي استراح امكاناتها جميلة جدا هضغط عليها كده هتظهر للصفحة بتاعتهم هنروح رايح هنا كاتب وضغط على Add to Chrome وهنضغط على Add extension الاضافة هتظهر عندي في الجزء اللي فوق زي ما انتو شايفين اللي هي لونها اخضر دلوقتي اختفت عشان خليها تظهر تاني هضغط على العلامة ديت كده وحاجة هنا على الاضافة ديت وهضغط على علامة الدبوس هتبدأ انها تثبت عندي ومش هتختفي دلوقتي هنبعد هنبدأ ان احنا نرسل رسائل على الواتساب زي ما احنا قلنا هنضغط على الاضافة هيبدأ يطلب مني ان انا ادخل على الواتساب افتح الواتساب بتاعي على الكمبيوتر الكمبيوتر ولما فتحتش معك الصفحة ديت او عاوز تفتح انت بغد النظر عن الاضافة ديت هنروح على web.whatsapp.com هتظهرنا الصفحة ديت ومن تطبيق الواتساب نفسه هنخش على القيمة اللي موجودة فيه وهنضغط على ربط جهاز اخر او link device انا دلوقتي مش عارف يعني اصور لكم الجوال وبرضه عشان الرسائل اللي عندي و الرايفز بتاعتها انما احنا لما هنضغط على link device او ربط اضافة هتظهر لي صورة الكاميرا وهصور الكود اللي موجود عندي هنا على الواتساب او عاش المتصفح خلاص هو كده فتح الواتساب او رسائل الواتساب بتاعتي على موقع الواتساب الرسمي فتحها لي هنا على الكمبيوتر هروح اضغط مرة تانية على علامة الاضافة دية او extension دي بتظهر في اول مرة بس هضغط على كلمة reconnect هيبدأ يحمل معي الواتساب مرة تانية بعد ما هيحمل معي مرة تانية ما فيش مشكلة هروح اضغط هنا مرة تانية على الاضافة هتظهر عندي زي ما انتم شايفين هنا بيقول لي دخل الواتساب وكاتب لي هنا لو تلاحظوا يعني اعمل لي مثال ازاي ان انا اضيف شكل الارقام اللي هاضفها لازم ان انا اضيف الرقم وقبل منه كود الدولة يعني مثلا لو ببعت لمصر فكود الدولة هو رقم اتنين ماشي لو ببعت لارقام في السعودية فهحط 966 بعدين هدخل رقم الجوال او الموبايل لو ببعت لأي دولة تانية لازم هحط كود الدولة اللي انا ببعت لها دلوقتي بيقول لك ايه كونت ريكود انفرونت بنفرق بينهم بعلامة اللي هي الكومة ديت او الفصلة ماشي؟ وخدوا بالكوا قبل بس ما نبعت نجرب نبعت رسالة واخدت لي رسالة تحت هنا دي لازم امسحة طبعا وخدت الرسالة نعاها سبعتها بس احنا هنجرب على الرسالة ديت تحت هنا يقولك ascending interval يعني هو بيحط فجوة زمنية بين كل رسالة و رسالة عشان طبعا الواتساب ما يحسش ان انت بتستخدم اداة فيها يعني ارسال اوتوماتيكي فبقولك الفجوة مثلا نخليها من بين 6 ثواني و 10 ثواني انا برضه هحب زودها احسن للاحتياط نخليها مثلا بين 6 ثواني و 15 ثاني هنا هحط الارقام او في طريقة تانية لو رحنا هنا على send message bro هتلاينا بقولك ايه ممكن انت تحمل ملف اكسل تمام بحيث لو عندك عدد كبير من الارقام ما تعاش تكتبها هنا رقم رقم لا انت تحطها في ملف اكسل وترفع الملف طب ايه هو شكل الملف الاكسل لو ضغطنا على اكسل تيمبلت هيحمل لي ملف تحت زي ما انتم شايفين اهوت انا هفتحه كده اهو هو الملف دوت هو ده الملف اللي هو بيشتغل عليه ملف اكسل هنا كاتب الارقام اللي انا عاوز ابعت لها وهنا الاسم الاول بتاع الشخص اللي انا عاوز ابعت له وهنا ال last name وهنا دي مش عارف ايه اظهر الصراحة بس مش هتهمنا في حاجة دلوقتي انا اهم خانة في الخانات دي كلها هي خانة الارقام يعني ممكن محطش الاسماء خالق خالص وممكن استخدم الارقام فقط انما لو عندي قيمة فيها اسماء اشخاص وفيها ارقام فممكن استخدم الاتنين وهقولكو ازاي دلوقتي اولا انا مسلا هاخد اجرب الارقام ديت كده ماشي انا همسحها طبع عشان ابعت الارقام بتاعتي وهحط رقم تاني هنا تمام احط مثلا الرقم دوت خلاص هنا هحط الرقم وحط اعدد الارقام اللي انا عاوزها وهنا مسلا همسح برضو الخانة بتاعت ال first name ديت وهمسح هنا الخانة بتاعت ال last name مش عاوزها دلوقتي وهمسح الخانة بتاعت اذر وحكتب هنا ال first name مثلا محمد ماشي وال last name مفيش مشكلة نحطه نخليه عيده وهقولكو اللي دلوقتي وانا هسايف الملف ده خلاص ونضغط هنا على نقفل الملف تعالوا بقى نرجع مرة تانية الاضافة اللي اضغط عليها كده وهقوله upload excel وهختار الملف هشوف انا انا ازلته فين بالزبط او فين الملف اللي انا احضط فيه الاسماء ايدي الملف اللي انا حفظت عليه الملفات الاسماء دلوقتي وهضغط عليه كده هنا كتب لي ايه one numbers يعني هو رقم واحد بس اللي موجود في الملف ده لو اكتر من رقم هيكتب لي هنا حاجة بقى في text message وحاجة هنا مثلا اه حكتب المسالة اللي انا اعاوزها تعالوا بقى ننزل تحت كده ماشي هنلاقي حاجة جميلة قوي بيقولك apologize for better يعني اعتذر للشخص ده وقت على ازعاجه طبعا انت المفروض بترسل الارقام الناس دي تكون عارفاك لو في حال انت بترسل الارقام لناس اول مرة تبعت لها فالافضل ان انت تعتذر عن ازعاجهم وتقولهم مثلا لو مش عاوزني ابعت لك رسالة مرة اخرى فرد علي مثلا بالرقم واحد او رد علي بالرقم صفر وهكذا هنا لو ضغطنا على الاعتذار ديت حيحطيلي الاعتذار بس هحطه لي باللغة الانجليزية انا ممكن طبعا نحطه بالايه باللغة العربية لو ضغطنا بقى على send attachment يعني ارفاق فانا ممكن ابعت مع الرسالة دي ممكن ابعت معها صورة ممكن ابعت معها فيديو ممكن ابعت معها document ممكن ابعت معها جهة اتصال لو محتاج اي حاجة من دول هضغط عليها والحتة الجميلة جدا بقى بقولك use placeholder لو ضغطنا على القائمة اللي هنا كده بقولك first name شوفوا انا في الملف بتاع الاكسل حطيت الاسم اللي هو first name ماشي لو ضغطت على first name شوف اضاف لي الحتة ديت ماشي الافضل ان انا اقض الحتة ديت واخليها في اول الرسالة بتاعتي انا حشلها وحاجة هنا كده وحطها في المكان دوت ماشي طيب خلاص احنا قلنا على الحتة ديت تعالوا بقى نجرب لغط على ارسال حيجيب لي بقى هنا التنبيهات لازم كلكم تاخدوا بالكم منها بقولك لازم الحساب او الرقم الواتساب اللي بتبعت منه يكون عد عليه اكتر من 15 يوم لو حد عمل الكلام دوت من واتساب number او رقم هو لسه شريك ديت ممكن جدا الواتساب يعملك بان او يعملك حظر الرقم دوت متقدرش تبعت منه مرة تانية وحتة مهمة جدا 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 بقولك الموبايل فون والويب سايت اللي انت بتبعت منه لازم اللي اتنين يكونوا في نفس الاي بي لازم يا جماعة يكون التليفون بتاعي لو انا الكمبيوتر هو اتبعت منه ورابط على شبكة الواي فاي الموجودة في الشغل عندي او موجودة في البيت لازم التليفون يكون رابط على نفس الشبكة يكون اللي اتنين في نفس المكان ماشي اخر حاجة العدد اللي انا اقدر ارسله في الرسائل انا بيقولك اقصى عدد خمسين رسالة في اليوم الاول ماشي خلال اقل من اربعة وعشرين ساعة والتاني يوم ممكن تبعت اقصى شيء تلتمية رسالة في اليوم متبعتش اكتر من كده طبعا انا بمنصحش بالاعداد الكبيرة جدا ماشي انه ممكن تسبب زي ما تركوا حظر الرقم بتاع الواتساب الواتساب وهو اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا نجح ارساله اه رقم واحد لو مثلا اتحلت عشر ارقام وفي رقم فيهم اصلا معندوش واتساب هتلاقي مثلا الرقم دوت واللي اكتر لك ايه ان اللي نجح تسعة واللي فشل مثلا واحد وهكذا خلاص انا كده بعدت الرسالة وزي ما انتو شايفين لو شيلت دي كده اهو شايفين السلام عليكم وهنا طبعا حط رقم انا اقول لك بقى ان نصلح الحتة دي ازاي حط رقم الشخص اللي انا بعدت له وراح كتب اسمه هنا عشان نتفد من الرقم ده ما يكتبش مالوش لازم يكتب تعالوا نرجع تاني للسندر ده وليه ضغط على سند المسيج برو شوفوا نمسح الحتة اللي موجودة هنا دي اللي بنقصين اللي هي واتساب نمبر احنا مش عاوزينها مهم كده اتمنى ان الامور واضحة بالنسبة لكم ان شاء الله يكونوا اضافة سهلة وزي ما قلت لكم هي مجانية مفيش فيها اي مشكلة الاحصائيات بيجيب لك عاد الارقام اللي انت بعتت لها وغالبا احنا بنستخدم اللي هي بتاعة برو في حاجة بقى زيادة هنا يقول لك الجروب تول دي حاجة جميلة جدا ان انت مثلا ومشترك في جروبات ممكن يخد لك ارقام الناس الموجودة في الجروبات دي وينزلها لك في ملف اكسل لو انا ضغطت هنا معلش عطار رغفة الجروبات رح تظهر قصاتكم بس هيظهر لقائمة الجروبات وهختار واحدة منهم وبعد ما نختار واحدة منهم هقول له دولود اكسل بعد ما نضعت على دولود اكسل هتيجوا تحت كده في الجزء اللي تحت على الشمال زي ما انتوا شايفين بدأ ان هو نزل لي ملف في ارقام تليفونات الناس بتاعة الجروب ديت في هيئة ملف اكسل في حال لو انا عاوز ابعت لهم رسائل بعد كده في النهاية ان شاء الله اتمنى يكون الفيديو عجبكم لو في اي حاجة مش واضحة فيه اكتبوا لي في التعليقات لو بتشوفوا الفيديو دوت على اليوتيوب او في التعليقات لو بتشوفوا الفيديو دوت على صفحتنا على الفيسبوك وفي اليوتيوب هتلاقوا في الوصف في عنوين وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتنا وما تنسوش في نهاية الفيديو لو عجبكم ان شاء الله بإذن الله يكون عجبكم ضغطوا لايك واللي مش مشترك في الصفحة يضغط اشتراك فعل زر التنبيهات عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد ومفيد من عيد اكاديمي كان معاكم محمد عيد وان شاء الله تشوفكم في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله بركاته